فاليري أبو شقرة أهلا وسهلا فيك عباسيان أن بالعربية نحن نجوفك اليوم عندكم في دبي أهلا وسهلا فيكم أدقلك نقل لك على دبي فاليري أنا قلت تقريبا ثلاثة شهر على فرد سحبة كان مفروض نقل قبل يعني وضغري بعد ما تجوزت بس إجاني بروجيكس بلبنان فاتريته بقى شوي وهلا قلت من جانبير هون تقريبا لين نقلتها على دبي نقلت لأنه جاوزة بيشتغل هون هو بيز بي دبي كانت هينة غير أهلك وأصحابك لشو مش تقى أكتر شي مش تقى مش تقى أنه للبنان من قبل كيف كنا عايشين في أوكي يمكن ما كنا كتير مرتاحين بس أتليست كنا كنا نقدر نظهر كنا نشوف بيروت حلوة كنا نقدر نمشي نتمشى هلأ بحس أنه لبنان كتير صعب واحد يقعد في أنه حتى يعني تديل with everything يعني anything بلبنان بحس أنه صعب الواحد أنه يقدر يتأقلم فاشتقت للحياة الحلوة بلبنان ما عم تحضري ما عم تابع كل شي كل يوم تقريبا يعني أوقات ما بكون بالبيت بس يعني عم جاري بأسرق سرقة للمسلسلات لأنه بحب اطلع يعني بحب كنا عم بحضر من كل شي بس اللي أكتر شي يعني عم بحبه وبزعل إذا قفيت حلقة عشرين عشرين كتير كتير حبيت المسلسل وكل شي يعني بعتبره من أنجح المسلسلات اللي اللي عملت بلبنان يعني من الأنجح أنا بقليك شابوعة لحكم عليه يعني كمان من المسلسلات اللبنية اللي حكي عننا كتير يمكن قبل رمضان حتى مصبور كيف تحضرت للدور فاليري؟ كيف تحضرت للدور بها الطريقة يعني كان قرار أخدته لحالك أو مع المخرج أو مع الكاتب كان قرار أخدته مع المنتجين أول شي والمخرج بعدين ومساعد الكوتش طبعي الأكتينج كوتش قعدنا يعني وحكينا قبل ما نفوت بالمسلسل أنه كيف بدأ تطلع فاليري كيف بدأ تطلع الشخصية شو الباوندرويز طبعه شو حتى يعني شو الكاركتور طبعه يعني هيدا الحكي اللي بيصير قبل ما نفوت بالتصوير كتير بيساعد أن أنا فوت رادي فحكينا بكتير تفاصيل وحددنا شو شخصيتها لزمن وعملتها جربت قدمة فيي أن أعملها قريبة على كيف أنا شفتها براسي أنت حدا بنتقيت حاله كتير وبتحضر حالك لما حضرت لحكم عليه شو الإشي اللي قلت كان فيه أعملها أحسن في كتير محلات صراحة حضرتها وقلت يعني بيني وبين حالي لأنه لأ كنت تزبط أكتر أو لأ كنت حتى براسي أنه تكون هيك لو عملتها هيك كنت طلعت أحلى أنا كتير بيساعد حالي وحتى بيخد نوتس يعني ما بيقبل شي يقطع وما كون حيثبته لمرت الجي أن أعمله أحسن ففي كتير محلات صراحة حضرت وحسيت أنه بدي بعد أكتر يعني بدي قوي حالي هون البادي لانجوج تبعي هيك صوتي هيك هون تصرفيتي هون أنه في كتير كومنس أكيد أخدتن وبس أكيد ما في شك أنه بعتبر حالي أني عملت شي لأنه عن جد تعبت وإمنت يعني بشخصية زمن ووجود في ليب وعروة الأكتن كوتش تبعي كتير استفدت منه يعني وكتير عطينا دعم على السات على الصعيد العالمي مين بتحب من المسلات؟ في عندك شي آيدل أو هيك مسلة بتحب تحضري لك لأفليمه؟ كتير أكيد في كاترين زتا جونز كتير بحبة شارليز كتير بحبة في كتير مونيكا بيلوتي أكيد عربيا؟ كلهم عربيا نادين جيم أنا من الأشخاص اللي كتير بحب شغلهم وبحسة أنا دايما بتجتهد وبكل عمل بحسة أنه بتقنع العالم أكتر بحبها لا يسرى كتير بحب شغلها لا يسرى فين مثل معين حبت مسلة معه هلأ أو توقف حده فاليري بدور ما؟ بحب أقف قدام يوسف الخال بحب أنا بحبه كتير لأي يوسف الخال وبحب أعماله واشتقت هيك أرجع شوفه بعمل كتير حلو وبحب يعني لأنه من أنا وصغيرة بحضره فسنت هلأ أنا صرت في دومان التمثيل فبحب أنه هو أقف بوجه بدور ديك شوي لأورا فاليري ما أعرف كم سنة هلأ منذكر أنا وياكي كنت عبدت درس الكميونكيشن أرتس أي وبتشتغل بمجال الأزياء والأعلانات وانتقلت للمس لبنون فينا نقول للناس اللي ما بيعرفوا كيف صارت النقلة وليه قررت تأخذ مجال مس لبنون هو أنا كنت بالجامعة وكان عندي بلان أنه كمل ماسترز كمانة بالإخراج بحب كتير الإخراج بس اللي صار إنه صار شي حادث بالبيت أختي اللي صغيرة عملت أكسيدان وغيرت لنا يعني كلنا ما صار حياتنا ونمط حياتنا فبعد سنة ونص تقريباً بيطلع دعايات على تيفي إنه السوايا اللي بيحبوا يقدموا أنا كنت دايماً إنه ما بحب يعني ما حس حالي إنه بحب هيدا شي إنه لأ خلاص خليني باللي أنا عم بعملوا هيك بس أهلي إنه أصروا كانوا كان عبيلون إنه مش مش كرمال اللقب أو كرمال إنه إربح بس كانوا حابين إنه يشوفوني هيك شوي غيرت يعني حتى يعني طلبوا مني كرمال جو البيت إذا أنت فت على مس لبنون رح رح نكون هيك محمسين إنه شي جديد بالعائلة مجرد ما عم نشوفك يعني ورح نحترك على تيفي إنه عملية عملية لقلنا ففكرت منيح يعني بالموضوع وقلت خلص إذا هيدا الشي يعني رح يغير شوي جو البيت then why not هو الحدث شو اللي تعرضت له أختيك هي عمت أكسيدان كان في حدثاية وصارت يعني فاتت كومات لتشهر وصار مع تي بي آي traumatic brain injury يعني حالتها شوي طولت لطلعت من المستشفى وبالريهاب سنتر هلا أحمد الله شي س دوينج باتر يعني بس بهاي ديك الفترة كانت أكيد فترة كتير صعبة وكان البيت بده حالة شي يعني كلمة وين كنت لما تبلغت الخوار تتذكري وين كنت كنت بالبيت كنت كنا نايمين وعرفنا نحنا شي أربعة صبح وعونا إنه يحية بالمستشفى شو بتتذكري من هالتجربة؟ كل شي بتذكر كل شي يعني كل لحزة كل تفصيل بس بجرب ما في يعني أكيد كل حدا مننا بالعائلة كل يوم بيفكر بالموضوع بس منجرب قد ما فينا إنه ما نحطه دايما براسنا وجربنا ووصلنا وقدرنا إنه نقلب هيدا الشي اللي صار معنا لشي positive لشي حلو ويحوة فتت على مسليبان وقالله كان معنا ونجحت أنا لو ما منها ما كنت دايما عندي هيدا الباشن والدرايف إنه بدي أعمل وبيدي أنجح أكتر لأنه هي كانت أساس أنا أني فوت على مسليبان وهي بعرف قديش فخورة فيي وقديش بتحبني وقديش بتحب الشي اللي عم بعمله فبيكبر قلبي لما شوفها هي مبسوطة بالشي اللي أنا عم بعمله فاللي خليك تتخطي هالمرحلة الصعبة يعني شو بتقولي اليوم للناس لأنه كل عائلة معرضة بمطرح معين أكيد شو بتقولي للناس اللي بيقطعوا بتجارب مماثلة كيف يتخطوا الوجع الإيمان والهوب يعني ما في شي بيقدر يخلي الواحد يتخطى الوجع لأنه أختة يعني أختة الصغيرة وعايشين معها بالبيت وهي غنوجة البيت واللي بديه فمنها هينة أبدا بس الواحد بدي يكون عنده إيمان بدوا يؤمن أنه منهار من الأيام بدوا يعني شي حلو رح يصير والعائلة قد ما تكون يعني قريبة من بعضها قد ما تكون صالد وتاعة الدعم الواحد رح يتطور ورح يشوف نتيجة فنحنا كان هيدا البيت تابعنا من أول مسار الحادث بيجا معنا وقالنا أنه نحنا بحالة صعبة بس تنقدر نتخطيها بلنا نكون كلنا بفكر واحد بنفسية واحدة إذا حدا أشط بدوا يحكينا تكلنا نكون مثله يعني ما في حدا أنه هيدا فكر لحاله لا تاعوا حكوني خلينا كلنا نحكي وبهذا الطريقة قدرنا أنه دايما نطلع الأشياء فتصلحنا بين بعض يعني تصلحنا مع الموضوع وبلاس أنه شفنا جستين كمينا كل يوم عم تتقدم هيدا شي عاتينا بعد أمل أكتر وأنه نحنا نكون قوية قدامها هيدا أهم الشي شو بتقولي لليوم لجستين؟ بقال لأنه بحبك كتير واشتقتلك قد الدنيا وكانت ويتتو سيو وبعرف أنك أنت مفتفوطة بكل شي أنا عم بعمله وإن شاء الله أنت يجي نهار وتعملي أكتر الأشياء اللي عبارك تعمليها بحياتك وأنا دايما رح كون حديك شو بتعلمنا هيك تجارب فاليري بالحياة؟ بتعلمنا أن الحياة صعبة كتير بس على الإنسان أنه هو يعرف كيف يخده ثوبه يعني الإنسان هو اللي بيقرر كل شي بها الحياة إذا هو بدي يكون مبسوط إذا هو بدي يكون زعلين أو ضعيف يخلي الإشياء تأثير فيه أو لا الحياة دايما فيها مفاجآت دايما فيها أبس ان دون ولا مرر يعني الحياة سهلة بكل مرحلة لو مش مش عم بحكي عن شي اللي صار معي أقل شي بالحياة ممكن يصير بس على الشخص قدي هو يكون إيمانه قوي وقدي هو عارف شو بده وبيوصل يعني بغض النظر كيف تحاول إذا بدك تستثمر الفان بيس اللي صار عندي كيها الشهرة الفيزيبليتي بركي كمان بالميديا لتضوء على كوزز على مواضيع معينة منها جامعية كمان عن للعائلة للأشخاص اللي بصار معهم كمان حادثة كبيرة بالبيت إنه نحنا نكون قدام حد العائلة وننقلهم الخبرة اللي نحنا قطعنا فيها لما نطلع لقدام أنت يحامل بالشهر الخامس خامس بسم الله شكرا والأشخاص اللي يجب أن تكون في سبتمبر إن شاء الله في أغسط صابق أو بنت أنا حنقول إذا بتقوله بيكون كتير مني بعد شوي يعني مش هلا طب كيف تحس هيك كيف عم تتحضرين للمنظر هود عم تقرأ شوي عن هولي الكتوب صراحة أبدا مع أنه كتير جبولي كتوب وكتير قريه ونزلي هالأبليكيشن وهيك بس ما عملتها ما بعف ليش هيك كتعم بحس أنه خلص كل شي بوقته الأشياء اللي عم بحسها يعني أوقات مثلا مام تبعت لي فال قريت هلأ أنه أنت بهالجمعة هيك بيصير مظبوط بلا أي مظبوط حسيت هيك عملت هيك بس أنا ما قريت أونسلي أنا عم بحذر حالي أكتر من الناحية أنه أنه عم شوي شوي عم بستوعب أنه أنا رح سير قيم رح يسير عنا عائلة وشو الأشياء اللي أنا بدي أغيرها وبدأ أعملها شو البلانز القريبة لإلنا أكتر من أنه على تفاصيل الحمل وشو من الأشياء اللي تعلمتها من أهلك اللي بتكونها خريصة النوت الإقليا لأولادك فاليري في أشياء معينة هلأدة أثرت فيك بطريقة الحياة أكيد كتير أشياء كتير أشياء كتير أشياء كتير أشياء بحب إنقلها يعني هي زيتها أنه قديش نحنا نكون أنا كتير بأيمن أنه الولاد يتكون عنده نكون independent يعني نحنا مظبوط ربينا عائلة كتير قريبة من بعضها بس كل واحد فينا independent بفكره بتصرفاته بأحلامه فهيدي شغلة كتير مهمة بنسبة لإليها من الأول الأشياء اللي رح أعملها إنه الولاد حر إنه هو يفكر متل ما بده ويتصرف متل ما بده وأنا دايما حده لأدعمه ومتل ما أنا ربيط وفي كتير أشياء صراحة يعني باليري أنت ما بتعكس الصورة النمطية إذا بديك للمثلة اللبنانية أنت حدا معروفة إنك كتير طبيعية كتير عفوية جمالك طبيعي دايما بتحكي عن موضع إنسانية أكتر ما يمكن تركيز على على الشكل الخارجي شو الفكرة اللي بتحب تعطيها عن المرأة العربية أنت كواجه لبناني إذا بديك ناجح بكتير محلات أنا بكل شي يعني بجرب أعمله بجرب دايما عن جات حتى إنه براسي إنه هلأ اللي عم بيحضرونه هنة البنات يلي بدون شي ويسمعوا شي حلوء أو شي قويهم فدايما بكل تصرفات أو بكل حديثة كون يعني إخذي أنتو كونسيدراشن هيدا الشي لأنه بعرف قدية أوقات بيكون بيكون عم بيقطعوا بمراحل سعبة أو بيكون في شي واقف بوجه فاللي دايما بيقولوني إنه قد ما تصعب الأشياء إذا أنتو بدكن فيكن يعني كل حداً كل حدا قطع بصعوبات كل العالم قطعت بمواقف تسكرت الأشياء بوجه بس المرأة العربية خصوصة كتير قوية وزكية كتير يعني قد ما تعمل إلا ما ترجع تلاقي طريق هي تعمل اللي بدا إياه أو توصل صوتها بمحل معين بلاري أبو شقرة أنا بدي أشريك كتير على هالمقابلة اللي مثلك حلوة وبسيطة وعفوية وحقيقية وهذا أهم شي فيها أهلا وسهلا فيك بلاري أبو شقرة عبر سيان أن بالعربية